هذا البرنامج برعاية زين حياكم الله مشاهدين بكل خير أنا نوها علي وسوف أرافقكم في جلسة الأعمال لهذا اليوم ومن ضمن عنوين هذه الجلسة نمو الحركة الجوية الإماراتية ب10.6% خلال أحد عشر شهرا قطر ترفع أسعار الكهرباء والماء لغير القطريين صندوق النقط العربي يقرض السودان 166 مليون دولار وأبو ظابي تخصص 17 مليار ونصف المليار درهم لعدد من المشاريع الرئيس مالية في 2016 أهلا بكم من جديد مشاهدين وفي خطوة مفاجئة زادت مؤسسة الكهرباء والماء القطرية أسعارها للأسر غير القطرية اعتبارا من سبتمبر من العام 2015 عبر تحديد أسعار شرائح المياه والكهرباء وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة القطرية لزيادة إيرادات الخزينة بعد أن سجلت تراجعا هو الأول منذ 15 عاما وبنسبة 31% في موازنة العام 2016 عملت السعودية خلال السنوات الماضية على حل مشكلة البطالة بعدة وسائل أبرزها تفعيل دور منشآت القطاع الخاص من خلال دعم تلك المنشآت وتوليد مزيدا من الوظائف للسعوديين ورغم نجاح الحكومة في الحد من توليد البطالة إلا أنها لا زالت تعمل على الحد من البطالة لا سيما مع النمو السكاني المستمر توفير الوظائف هم مستمر يشغل بالحكومة السعودية وفي سعيها لتحقيق ذلك أصدرت عددا من الأنظمة التي تفرض توظيف المواطنين في القطاع الخاص والهدف تقليل النسب البطالة والتي وصلت حسب أرقام رسمية بداية العام إلى 11.7% غالبية النسبة من الإناث وتسعى الحكومة إلى أن تلعظ منشآت القطاع الخاص دورا هاما في هذا الاتجاه المهم الحقيقة في هذه المرحلة أن نبحث عن تلك المنشآت الصغيرة ومتوسطة التي تقدم عائدا على الموارد البشرية على الأقل يساوي العائد المادي الذي سيعود على صاحبه لأننا بدون ذلك فنحن سنعمل على توسعة حجم العمالة الوافدة الموجودة علينا في السعودية وسنكتشف بعد 5-6-7 سنوات أننا من أجل أن نخلق 100 ألف فرصة عمل جبنا مليون ونص آدمي فهذه من الخارج وهذه مشكلة طبعا إرهاق على الاقتصاد إرهاق على البلد إرهاق على خدماتها ولتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتوفير الوظائف أطلقت الحكومة برنامج كفالة لتسهيل حصول المشآت الخاصة على التمويل وبالتالي توفير دعم جديد يسهر في توظيف السعوديين في قطاع الأعمال بالتأكيد أن تمويل أحد التحديات بس ليس أكبر التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحديات أكبر منها الإجراءات الحكومية والعمالة والتسويق والإجراءات الإدارية قد يكون التمويل هو أحد التحديات بس هو يجي في المرتبة الثالثة لذلك وجد برنامج كفالة لتسهيل التمويل ولتقديم الضمان لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع البنوك للتمويل ويقارب عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حاليا نحو مليون ونصف المليون موظف وهو مؤشر جيد لكن يبقى العمل مستمر لدعم توطين الوظائف فيه خدمات وإشياء أخرتان يحتاجون أن نقدمها ما بعد التمويل ومنها العمل الإداري ودعمهم في ناحية العمل الإداري هذا للرفع من مستوى داع المنشآة وبالتالي سيساهم في نسبة النجاح الكبير للمنشآت هذه ومع جهود الحكومة المستمرة يبقى الحديث عن ملف البطالة متواجدا ويزداد التساؤل حوله مع انخفاض أسعار النفط ومدى تأثيرها على الاقتصاد وبالتالي توفير الوظائف للسعوديين حطل الشمري سين بي سي عربية الرياض إذن سوف نتطرق في حديثنا مع السيد بندر بن عبد العزيز الضبعان وهو الكاتب والمستشار في إدارة الموارد البشرية والتغيير حول أيضا مستويات البطالة وكيف يمكن أن نتوقعها في 2016 مرحبا بك سيد بندر بداية وكل عام أنت بخير أهلا وسهلا لكم استاذة رولا ونهى على هذه الاستضافة أهلا بك سيد بندر فيما يتعلق بنسب البطالة يعني الأرقام الأخيرة أشارت إلى أنها بحدود الأحد عشر فاصل أربعة في المئة ما هي النسب التي نتوقعها في 2016 وما هي الأرقام التي يمكن للحكومة ربما أن تجدها مقلقة لها الحقيقة التقرير الذي أصدرته الوزارة قبل أيام يلاحظ عليه أنه كشف عن أرقام بنهاية عام 2014 ونحن الآن بنهاية 2015 نحن دائما نستعين بمعلومات قديمة لاتخاذ قرارات جديدة وهذه من المشكلات التي تجعل هناك فجوة ما بين الواقع وما بين القرارات التي تتخذ نتوقع أيضا أن في عام 2016 يجب أن نتفاعل إلى حد ما مع وجود مبادرات جديدة أطلقتها الحكومة من ضمنها تأسيس وإنشاء هيئة توليد الوظائف التي نتفاعل إن شاء الله بقيامها بطرح مبادرات تستطيع أنها تركز وتبحث عن الفرص التي يمكن للشباب السعودي والفتيات الالتحاق بها فعام 2016 من وجهة نظري سيكون عاما حافلا بإطلاق المبادرات التي يمكنها أن تساعد في التوطيل من ضمنها أيضا كما بشرت بها قبل أيام وزارة العمل إطلاق النسخة الجديدة من نطاقات أو ما يعرف بنطاقات ثلاثة نعم فيما يتعلق بهذه المشاريع المتكذرة والمحاولات المتكررة من قبل وزارة العمل ما الذي يمكن أن نتوقعه أي أو أي أكثر القطاعات ربما استيعابا للعمال الجديدة نعم الحقيقة توليد الوظائف دائما يقترن بالقطاعات الناشئة القطاعات الناشئة هي التي تستطيع أن تولد الوظائف القطاعات التي تأسست منذ سنوات وكذلك الشركات القائمة ومر عليها عقود من الزمن لا يمكنها أن تطرح وظائف جديدة هذا يدعونا حقيقة إلى أننا نفكر باستحداث قطاعات اقتصادية جديدة يمكنها أن تستوعب أرقام كبيرة من الباحثين أن نعمل هناك قطاعات يمكن التفكير فيها قطاعات تتعلق بالقطاع الترفية قطاع التركيز على قطاع السياحة الداخلية النقل الجوي هناك فرص كثيرة يمكن فتح المجال للشباب السعودي ونجد أن الشباب السعودي يتحمس ويبادر كثيرا إلى الدخول إلى هذه القطاعات إذن يجب أن نفكر خارج الصندوق يجب أن نفكر بكيف ننشئ اقتصادات جديدة داخل الاقتصاد السعودي يمكنها أن تخلق فرص عمل جديدة وواضح أن حتى لاحظنا بالنسبة للنصائح المتكررة خصوصا أهم هذه النصائح التي جاءت من صندوق النقد الدولي أن على الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية أن تبادر لأن تشجع أن تعطي فرص أكثر للقطاع الخاص ليتحمل نوع من البيانات الأقوى أو حتى بيانات التوظيف الأقوى من السنوات الماضية هل برأيك نحن أمام مساندة قوية من الحكومة لهذا القطاع خصوصا مع المتغيرات هذا الأمر هل سيكون صعبا مع المتغيرات التي نرها حاليا والتحديات في ظل تراجع أسعار النفط حقيقة لا نستطيع أن نرقي بالمسؤولية على الحكومة السعودية بتوليد الوظائف القطاع الحكومي يصل إلى مرحلة يتشبع لا يستطيع أن يطرح وظائف جديدة وإلا ستكون المآلها إلى بطالة مقنعة مجرد أشخاص يتلقون رواثب دون القيام بعمل حقيقي الآن مع التوجهات الجديدة في عهد الملك سلمان هناك نزوع إلى إحداث الرقشاقة في هذه الحكومة وهذا يتطلب إعادة هيكلة وإعادة تنظيم في هذه القطاعات فبالتالي لا نتوقع من القطاع الحكومي أن يستحدث وظائف علينا أن نتج إلى أحد الخيارات التي كنا نطالب فيها منذ زمن بعيد زيادة مستويات الخصخصة هناك جهات حكومية يمكن التفكير في خصخصتها وطرحها إلى شركات تستطيع هنا أن تخلق فرص عمل لشباب السعودي هذا ألا يتعارض قليلا سيد بندر باعتبار أن الحكومة قالت أنها ستكمل بمشاريع أو حتى بخطتها الإنفاقية حول القطاع الرعاية الصحية وأيضا التعليم هذا بطبيعة الحال دائما الحكومات هي ما تتولى التوجهات إليه هذا ألا يعطينا ربما توجهات أكثر ربما أن الحكومة سوف توظف أكثر في هذا القطاع حقيقة هذا يمكننا أن نفكر فيه ولكن لا يمكن لقطاع التعليم وقطاع الصحة أن يستوعب جميع الباحثين عن عمل حقيقة لأن هناك في فترة من الفترات كان الجهة العمل الأكبر في القطاع الحكومي هي وزارة التربية والتعليم سابقا لأنها كانت ربما تمثل 30 أو 40% من عدد العاملين في القطاع الحكومي ولكن لا يمكن أن نعتمد على هذين القطاعين في توفير هذه الفرص على الحكومة أيضا أن تفكر في مجالات أخرى يمكن سواء على مستوى القطاع الخاص مثل الفرص في قطاع الاتصالات والتقنية أنت تريد أيضا أن تخلق فرص عمل بعيدة وغير مرتبطة بالبترول مبادرات الاقتصال المعارضة ألا ينقلنا أيضا سيد بندر عزر المقاطع ألا ينقلنا أن لدينا تغير أيضا في هيكلية الموظف الذي نريده للمستقبل يعني يبدو أن هناك متطلبات جديدة يعني كفاءات مهنية مختلفة عن الموظفين السابقين بالضبط وهذا ما هو حاصل الآن مع أيضا إطلاق برنامج الملك سلمان لتطوير الموارد البشرية سيعمل حقيقة النقلة لموظفي القطاع العام وسيطبق حاليا على مجموعة من الوزارات كتجربة ثم أيضا يعمم على بقية الوزارات نوعية الموظفين الذي يتطلبهم القطاع العام الآن ستختلف كثيرا وهذا أيضا يدعونا للتفكير إلى إعطاء الفرصة لبعض الجيل المخضرم في القطاع الحكومي بفرصة التقاعد المبكر نحن حقيقة نطالب بتيسير إمكانية التقاعد المبكر هناك توجه كان في مجلس الشورى وفي الحكومة لرفع سن التقاعد نحن ندعو حقيقة إلى العكس إلى تخفيط سن التقاعد بحيث هذا الجيل المخضرم تتاح له فرصة التقاعد والقيام بأعمالها الخاصة أو فتح بيزنس وأيضا نفتح المجال للشباب السعودي المتحمس مجموعة كبيرة من المبتعثين القادمين من الخارج عندما يتقاعدون هؤلاء ستتاح لهم فرص في القطاع الحكومي إذن طالما أن الوضع سيبقى ألمه عليه الحكومة لا تستطيع أن تولد وظائف بالوضع الحالي إذا استطعنا خلق مبادرات جديدة تتعلق بتخفيط سن التقاعد أو تتعلق بالخصخصة أو تتعلق بأبعاد أخرى يمكننا هنا أن نتحرك نعم أشكرك سيد بندر وأنت الكاتب والمستشار في إدارة الموارد البشرية والتغيير ونتمنى أن تحفل قطاع التوظيف بهذه المتغيرات والنصائح التي قدمتها لنا شكرا لوجودك معنا ومن نسبة لأخبار الطيران ارتفعت الحركة الجوية عبر مطارات الإمارات بواقع 10.6% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام لتصل إلى حدود 819 ألف حركة مقارنة مع 740 ألف حركة في الفترة ذاتها من العام الماضي وعز سيف السويدي مدير الهيئة العامة للطيران المدني أن الزيادة الملحوظة في الحركة الجوية في الإمارات إلى الازدهار الذي تشهده البلاد على صعيد الأعمال وأيضا السياحة وأعلنت إمارة أبوظبي عن تخصيص 17 مليار ونصف المليار درهم لعدد من المشاريع الرئيس المالية العام المقبل وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الميزانية شملت 5 مليارات وتسعمائة مليون درهم للإسكان وأربع مليارات وثلاثمائة مليون درهم للبنع التحتية ومليار وثمانمائة مليون درهم للتعليم وأشارت الوكالة أن المجلس التنفيذي إذن سوف يسعى لتنفيذ هذه المشاريع في وقتها وما تزال جلسة الأعمال مستمرة معكم مشاهدين وفيها بعد الفاصل نمو بثلاثة عشر فاصل خمسة في المئة في القطاع الغير نفطي في قطر خلاله الفين وخمسة عشر موسيقى أهلا بكم من جديد إلى جلسة الأعمال وفق صندوق النقد العربي على تقديم قرد قيمته 166 مليون دولار للسودان الذي يواجه صعوبات كبيرة في ظل نقص العملة الصعبة الصندوق أوضح بأن القرد المقدم سوف يساهم في تمويل العجز في ميزان المدفوعات ودعم برنامج إصلاح اقتصادي يغطي عامي 2016 و2017 ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن شروط القرد أو برنامج الإصلاح وبهذا القرد سوف يصبح إجمالي ما قدمه الصندوق صندوق النقد العربي للسودان نحو 400 مليون دولار أكد تقرير الأفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 والذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن القطاع غير النفطي في دولة قطر سوف يشهد نموا بمعدل 13.5% عام 2015 كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعا قويا في نتيجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني اعتمد وزير المالية المصري هاني قدري عددا من الإتاحات العاجلة وبمبلغ 3.5 مليار جنيه لوزارات التموين والتربية والتعليم والنقل والثقافة وصندوق إعادة هيكلة شركات القطاع العام بهدف دعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين وقال رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بأن الإتاحات تتضمن مليار ونصف المليار جنيه لوزارة التموين تشمل مليار جنيه كقيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفي فقرة الاستشارات القانونية معنا من القاهرة الدكتور سعيد مدين وهو محامي ومستشار قانوني والذي سنتطرق فيه إلى موضوع ربما المنازعات الدولية وأيضا تشكيل المحاكم الدولية مرحبا بك دكتور سعيد مرحب بكم ومرحب بالسادة للمشاهدين من تلفزنكم الكريم أهلا بك دكتور سعيد لنتحدث طبعا عن بالنسبة للمحاكم الدولية ما هو الغرض من تشكيل هذه المحاكم وكيف يتم إشكالها وهل المنطقة العربية من الممكن أن تشهد مثل هذه التشكيلات بسم الله الرحمن الرحيم هو بالنسبة للقانون الدولي الذي وضع بميصاق الأمم المتحدة والذي تضمن أيضا كافة ما تحتويه كل المشكلات التي تحدث ما بين البلدان وما بين الدول بعضها وبعض فقام بعمل محكمة هذه المحكمة هي محكمة العدل الدولية هذه المحكمة تم إنشائها بميصاق هيئة الأمم المتحدة وهذا الميصاق كان منبعث عن رأي الجمعية العمومية ومجلس الأمن ومن ثم رأو إنشاء هذه المحكمة وهذه المحكمة مكرها الأساسي في لاهاي وهي تقوم بحل كل المنازعات التي تتعلق ما بين الدول بعضها وبعض أو عن طريق الهيئات التي تخص بعض الدول على أن يعرض النزاع عن طريق الدولة ذاتها وليست الهيئة التي يكون من شأنها أن هناك ضررا قد أصابها أو أن هناك عقدا لم يتم انتهاءه أو تنفيذ بنوده أو أن هناك انسحابة من اتفاقية معينة كانت هذه الاتفاقية عالمية وكانت قد وقعت عليها الدولة التي أخلت بالالتزامات التي وقعت على عاطقها في هذه المعاهدات كل هذه الأمور رأت هيئة الأمم المتحدة إنشاء محاكم هذه المحاكم هي محكمة دولية هذه المحكمة بيختار عناصرها هما بيبقى عددهم 15 قاضي عناصر هذه المحكمة اللي هي الخمستاشر قاضي بيختاروا من الدول العضو الأساسي في الأمم المتحدة على أن يتم من كل دولة من الدول المشتركة أو العضو في هيئة الأمم المتحدة تقديم أفضل العناصر الموجودة في الدولة من ناحية الأخلاقية ومن ناحية العلمية مثل الذين يترفعون أعلى المناصف في بلدهم سواء كانت قضائية أو تشريعية ثم بعد ذلك يتم إدراج أسماءهم أمام مجلس الأمن وأمام الجمعية العمومية ليتم انتخاب الجمعية العمومية لأعضاء المحكمة وأيضا يتم انتخاب الجمعية للمجلس الأمن لهذه الأعضاء ويكون مجموعة ما حصل من انتخاب مجلس الأمن والجمعية العمومية عن الذين يحوذون أكبر الأصوات يكون هم أعضاء المحكمة اللي هم الخمستاشر عدو والمحكمة تحكم بإحداشر عدو فقط موجودين إذا ما توافروا إنما المحكمة بتؤسس بوجود تسعة أعضاء إذا وجدت تسعة أعضاء بيكون تشكيل المحكمة جاهز للفصلة أو المرافعة أو بحث المواضيع أما في حالة إصدار الأحكام لا يقل عن إحدى عشر عدو يكون هم الذين يصدروا الأحكام بمقتضاهم إذا ما كانت هناك بعض المشكلات التي تعتري وجود الأربع أعضاء الآخرين هذا بالنسبة لتشكيلها طيب ما هي الصمة الغالبة على المنازعات في الفترة الأخيرة التي تعقد من أجلها هذه المحاكمة الدولية هو يعني لو شفت حضرتك دلوقتي إذا كان هناك اتفاق ما بين دولة ودولة على موضوعات وبينهم عقود وأخلت الدولة الأخرى بهذه العقود بترفع هذه الدعوة أمام المحكمة إذا ما كانت هناك بعض الإشكالات الجنائية وهي التعدي الجنائي زي جرائم الحرب والجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بكرامة وحدود كل دولة وعدم التدخل في شؤونها أو انتهاك حدودها أو كل ما كان من أمور أو أن هناك مشكلة على خلاف حدودي ما بين دولتين أو كل هذه الأمور بيعقد الأمر للمحكمة الدولية هذا النداع بيتم عن طريق الدولة التي تعرضت للاعتداء بتقوم عرض الأمر على المحكمة بتعرض الأمر ده على أحد السادة الممثل القانوني للمحكمة والممثل القانوني للمحكمة بمجابه بيقوم برفع هذا الأمر إلى رئيس المحكمة ورئيس المحكمة بيطرح الدعوة للتداول بعد أن يعين كل من أطراف الدولتين محامين أو محامين لعرض تلك المشكلة على المحكمة ويتم فحص المشكلة عن جد ويتناضل كليهما أمام المحكمة ليثبت كل منهما الحق الذي له فإذا ما أثبت أي منهم هذا الحق كان هذا الحكم الذي سيصدر من المحكمة ويصدر الحكم بالأغلبية بأغلبية الأعضاء هي مصار ذلك الحديث ثم بعد ذلك يقوم مجلس الأمن بتنفيذ ذلك الحكم ولا استئناف ولا نقض في هذه الأحكام وينبغي احترامها وتحترم وفي حالة عدم تنفيذ الدولة الأخرى التي صدر عليها الحكم بحكمها ينبغي للمجلس الأمن أن يتخذ من التدابير الوقائية التنفيذية التي تكفل تنفيذ هذا الحكم بما يراه مناسبا في ذلك يعني ذكرت أن هناك لا استئناف لكن ماذا عن المدد الزمنية التي تتخذها مثل هذه المحاكمات هل هناك سقف معين على هذه على الإجراءات أن تلتزم به هو لا يوجد حقيقة سقف معين للالتزام يعني قد تطول المحاكمات دكتور سعيد قد تطول يعني لا هي أقصى طول المحاكمة هي أن تنتهي المحاكمة أو تنتهي المحكمة من عرض النداء على الطرفين وبعد أن يتناضل الطرفين كليهما مع الآخر في إثبات أو نفي عققه تقوم المحكمة فيما بعد ذلك بحجز الدعوة للحكم أما طول المدة بيتوقف على الإجراءات إذا ما توصلت المحكمة إلى الأدلة اليقينية القطاع على تكوين عقيدة أو تكوين رأيي في الدعوة بتفصل منطلقة على طول ولا سند للتأجيل أما إدارات أن هناك بعض الإجراءات التي ينبغي أن تتم وأن يكون الحكم في ذلك الأمر لن يصدر إلا بعد أن يعرض هذه الأدلة أو أن تعرض هذه الأمور على المحكمة وأن تراها عن بصر وبصيرة وأن تبحثها عن جد واقين كل هذه الأمور إذا ما ثبتت كانت المحكمة جاهزة للفصل في الدعوة أما إذا غم عليها بعض الأدلة أو بعض الأشياء من الواجب على المحكمة أن يعاد مرة أخرى طلب هذه الأشياء أو طلب هذه الأدلة حتى تستكمل الفكرة كاملة عن الدعوة المعروضة عليها وتكون المحكمة جاهزة للفصل ولا ارتباط بأي مدة معينة ولا مقيدة المحكمة بمدة طالت أم كسرت الأمر متعلق بكيفية تحقيق النزاع تحقيقا قضائيا سليم على أسس منطقية مبناها التناضل ما بين الخصوم أمام المحكمة العرض كل منهم في وجهة نظره القانونية أشكرك دكتور سعيد مديان وأنت المحامي والمستشار القانوني فعلا على كل هذه التفاصيل المفيدة شكرا لوجودك معنا انتهت فقرات جلسة الأعمال لهذا اليوم شكرا لحسن المتابع وإلى اللقاء هذا البرنامج برعاية زين